لازم نربع أولادنا على الاتزان ومعرفة الأدوار الحقيقية للرجل والمرأة عن طريق إسناد بعض الأعمال ليهم في البيت الإبن يقف مع الصناعية والبنت تساعد ممتها في البيت لازم يعملوا كده عشان إيه؟ يتربوا على مسئوليات المنزلية آه أنا عارف الأمهات بيعودوا يشتكوا إيه أنت هتشيلي مسئولية بيت إزاي؟ أنا موافق على الفكرة بس مش موافق على أداء أنا بقول للأمهات بالراحة سعديها إن هي تتعلم بس ما تعوضيش تفشيليها سعديها لإن هي لازم تتعلم الأدوار دي وإنت يا راجل ما ينفعش تقول إيه؟ إنت نايم على طول كده زي برد ولا لك لا علموا الدور ما تكسروش ثالث حاجة لازم نعملها عدم التفرقة في المعاملة ما بين الولاد والبنات وده شئ مهم جدا 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 الحاجة الرابعة لازم نلجأ للمتخصصين في العلاقات عشان نقدر نساعد الزوجين على معرفة أدوارهم والقيام بها إذا كانوا أصلا دخلوا الجواز وهم مش عارفين الأدوار ونزيل الأثر النفس السلبي الناتج عن إهمال الأدوارهم دي عن كل طرف أمام الطرف الآخر الحاجة الخامسة اللي احنا لازم نعملها شيء مهم قوي لازم نروح نتعقل لازم نروح نتضرب لازم ندخل دورات المقابلين على الزواج عشان نعرف الأدوار من تاني ما فيش مانع ما تأخرى من بدأ حتى لو كنا في نص الجواز واختلط علينا نروح نتضرب أسألكم سؤال ببساطة نحل مشاكلنا إن احنا نتعلم ونبقى أصحاب وعي ولا تفضل مشاكلنا زي ما هي وكل واحد فينا يئزي التاني ويجرحه ويقلمه أظن إحنا محتاجين نكون صادقين مع نفسنا إن إحنا محتاجين مزيد من الوعي وآخر حاجة آخر حاجة شيء مهم جدا 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 لو سمحتوا من الأهالي ما تدخلوش في البيوت خلوهم سعدوهم كونوا مستشارين ليهم ما تدخلوش ويتحل مشكلة الأم لما تقوم بدور بنتها ما بتحلش مشكلة الأب لما بيساعد ابنه مش بيساعد ابنه بقى هو اللي بيسرف مكان ابنه وهم بيحلش مشكلة هي زوجته بتفضل يصغر في عينها لازم الأب لو عايز يساعد ابنه بجد يخليه اشتغل لو عايز تساعد بنتك بجد علميها أدوار البيت لكن ما تعتبروش إن ده هو ده خلاص هو ابني كده وبنتي كده لا ما فيش حاجة اسمها ابني كده وبنتي كده يروحوا يتعلموا لازم الأدوار ترجع تاني أدوار متزنة عشان الست تفضل ست والزوجة تفضل زوجة والراجل يفضل راجل لإن ده لو فتنا البيوت مش تقدر تقف على رجليها يا رب نهلنا الصواب وجعلنا نقوم بمسؤوليتنا ونجعلنا نقبل على الله سبحانه وتعالى من هذا الباب الواسع باب الرعاية يا رب جعلنا رعاية لبيوتنا عشان تفضل بيوتنا في أمان وتفضل بيوتنا في رحمة وتفضل بيوتنا في جمال وتفضل بيوتنا كمان في خير يا رب جعلنا سكينة ورحمة مودة لبيوتنا لما نقوم بأدوارنا ولهمنا القوة والمدد عشان نقوم بمسؤوليتنا يا كريم يا ودود يا رب العالم